منذ مدة قام المرثل والمغني المصري محمد رمضان بنشر صورة على حسابه في ألين استكرام ينشر فيها فرحته لحصوله على الدكتوراه الفخرية من ألمانيا طبعا شاهد هذا المنشور وأعجب به عشرات الآلاف من الناس ومن سوء حظ محمد رمضان أن من بين هؤلاء الآلاف عالم عربي حصل فعليا على الدكتوراه الفخرية من ألمانيا ولكنه عندما شاهد هذا المنشور استغرب وتعجب لأن الشهادة التي حصل عليها فعليا لا تشبه الشهادة التي نشرها الممثل المصري على حسابه وبالفعل بحث هذا العالم عن أصل هذه الشهادة ليجد أن الجهة المانحة لها ليس لها علاقة بألمانيا وإنما هذه الشهادة معطى من إحدى مراكز التنمية من إحدى الدول وهنا يا أخي الحبيب أخت الفاضلة حدث ولا حرج عن كمية الشهادات المخادعة والمزورة التي تعطيها مراكز التنمية البشرية للناس وتخدعهم بها ويدفع فيها الناس آلاف الدولارات مقابل هذا العلم الزائف لدرجة أن المختصين سموا ما تقدمه هذه الدورات بشعولة العصر ما وراء كواليس التنمية البشرية أولا علم زائف وتجارة رابحة أنت لم تقلق لتهزم أنت خلقت لتصنع المعجزات ثق بنفسك فقط ولا تثق بأحد غيرك لا أحد يستحق التضحية إلا أنت وجمل كثيرة يتردد صداها في آلاف القاعات حول العالم على ألسنة مدربي التنمية البشرية وتكون هذه الجمل بين هتافات وتصفيق وموسيقى في الخلفية يتحمس معها المتلقي غير أن هذا الحماس لحظي التأثير ومؤقت المفعول ودليل ذلك أنك مهما استمعت لهذه الجمل لن تتقدم في مستقبلك بقدر ما ستخدرك لتستمر في كسلك وهذا رأي علم النفس لأنها ببساطة ليست مبنية على علوم حقيقية فمثلا مقولة يمكنك فعل أي شيء تريده فقط إذا آمنت به هل تؤمن أنت بهذه الجملة أنك تستطيع فعل أي شيء فقط إذا آمنت به هذا السؤال سأله مجموعة من الباحثين في جامعة هارفورد على الخريجين بهدف معرفة تأثير جمل التنمية البشرية على مستقبل الخريجين فيما بعد الصادم أنهم وجدوا أن من قالوا نعم نؤمن بهذه الجملة وجدوا من خلال الدراسة أنهم حصلوا على عدد عروض عمل أقل بينما من قالوا لا نؤمن يعني المتشائمين على حد وصف الدراسة وجدوا أنهم حصلوا على عدد عروض أكثر وبعد سنتين كان دخل المتشائمين أكثر بأطعاف كثيرة من المتفائلين كما توضح الدراسة وهنا أيها الطيب يفسر علماء النفس ذلك بأن المتفائلين في النجاح بدون أسس حقيقية يعني كمن يتفائل بسبب جمل تنمية بشرية فقط عقلهم اللاوعي يجعلهم يستمتعون بالنجاح قبل أن يأتي فيحصلون على رضا وهم مزيف هذا الرضا يجعلهم كسولين في التقدم في بناء مستقبلهم بينما المتشائمين على حد وصف الدراسة الأفكار السلبية لديهم تجعلهم منطقيين في قراراتهم في بناء مستقبلهم فالأفكار السلبية ليست بالضرورة شيء سيء في شخصياتنا كما يوضع علم النفس عالم النفس الاجتماعي جوزيف فورجاس يقول أن الأفكار السلبية ليست بالضرورة شيئا سيئا بل علينا الاستثمار فيها فالمشاعر السلبية غالبا تعزز نمط التفكير وتجعل الشخص أكثر انتباها وقابلية للتكيف وأكثر منطقية مثال آخر من جمل التنمية البشرية جملة لا تستسلم أبدا بالإنجليزية نيفاركيفاب لو بحثت الآن عن هذه الجملة في محرك البحث جوكل ستجد نحو 160 مليون نتيجة بحث كلها هدفها تشجيعك على الصبر والتمسك بحلمك وتحقيق أهدافك ومع ذلك يرى علماء النفس أن هذه الجملة تؤدي إلى الفشل تخيل مثال آخر من أقوال التنمية البشرية يقولون أنه كلما كانت أهدافك كبيرة كلما كان النجاح مطمون فدائما اجعل أهدافك كبيرة وعلى الطرف الآخر تجد أن علم النفس يخبرك العكس أنه لكي تنجح يجب أن تكون أهدافك صغيرة وأن تأخذها خطوة بخطوة وأقرب نموذج لذلك شركة أبل العملاق عندما عاد ستيف جوبس رئيسا لها عام 1997 أول شيء قام به صغر أهداف الشركة فتخلص من كل منتجاتها 340 منتج من أصل 350 منتج تخلص منها أبقى فقط 10 منتجات ليصب اهتمامه وتركيزه في تطويرها حتى أصبحت شركة أبل الأكثر ضخامة والأكثر نجاحا في عالم التقنية فالأهداف الكبيرة لا توصلك للنجاح حكس ما يخبرك به خبراء التنمية البشرية فكيف لك أن تتسلق جبل وأنت تنظر إلى القمة ولا تنظر إلى موضع قدمك تقول خبيرة إدارة الأعمال كلوديا تانسيند المحاضرة في جانعة ميامي إن الأهداف الكبيرة قد تقضي على أحلامك تماما ما ورعك وليس هذه النقطة أن كل هذه علوم زائفة لا تستند على أصول علمية سليمة ولا مرجعية صحيحة فالتنمية البشرية عملت على رفع سقف توقعات الأحلام ولم تربطها بالواقع حتى جامعة هارفورد لم تقبل التنمية البشرية وتطوير الذات كعلم منفصل بحد ذاته لثلاث سنوات على التوالي بعدما نشرت الكثير من الأوراق البحثية التي تثبت أنه علم زائف فالتنمية البشرية مجال ربحي كبير لمدربيها ولكنها لا تضيف للمتلقي غير العلم الزائف لدرجة وصلت بهم إلى تأليف علم كامل زائف مثل البرمجة اللغوية العصبية علم يتم التسويق له من قبل المعالجين بالإيحاء والتنميم المغناطيسي وبعض الدورات التي تعطى في الشركات للتطوير الإداري وغيرها طبعا هذا العلم الزائف أزعج علماء النفس وعلى رأسهم هذا العالم الذي أمضى 35 عام في البحث في علم البرمجة اللغوية العصبية حتى أنه ألف بحث كامل تحت عنوان 35 عام من البحث في البرمجة اللغوية العصبية يقول في نتيجة بحثه يقول تحليلي بشكل لا يقبل الإنكار أن البرمجة اللغوية العصبية تمثل لهراء شبه علمي علم زائف بحيف يجب إهمالها للأبد التنمية البشرية شعوذة قديما كان المشعوذ يرتدي ملابس الدجالين ويعيش في مكان بعيد في أجواء مقيفة ولكن اليوم يكفي أن تصبح مدرب للتنمية البشرية لتصبح مشعوذ أنيق ترتدي أغلى الماركات وتقود أفضل السيارات الشعوذة المقصود بها خلط الحق بالباطل وهذا بالفعل ما يقوم به مدربي التنمية البشرية وتطوير الذات من خلال دمج الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في دوراتهم هذه الكتب مثلا تملأ المكتبات مفاتيح النجاح العشرة كيف تغير حياتك في ثلاثين يوم قوة التحكم في الذات قوة الحماس ومبيعاتها بالملايين ولو رض ما يقولونه في ميزان العقل والشرع لتبين الكذب والتدليس هذا الكذب والتدليس بسببه صرح مدربي التنمية البشرية في خيالهم فبدأوا يؤلفون علوم غريبة مثل علوم الطاقة البشرية علم ديناميكة تكيف العصبي ومن أشهرهم في علامنا العربي الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله لا تنصدم وابحث عن علوم التي كان يقدمها تحت ما يسمى بالتنمية البشرية لتجد أنها ليست مبنية على علوم حقيقية وهذا ما وراء الكواليس فالتنمية البشرية أخي الحبيب أخت الفاضلة كانت السبب الأساسي لانتشار الوثنيات وعلوم الطاقة في علامنا العربي وهي الآن منتشرة بشدة ولكن تحت مسميات أجمل مثل علوم الطاقة طاقة الجذب التناسخ الروحي الإسقاط النجمي التأمل السكوني اليوغا كل هذه وثنيات من دول شرق آسيا مثل البوذية والهندوسية والطاوية حملت ونقلت إلينا عبر رواد التنمية البشرية والأصعب أن بعض رموز التنمية البشرية يحاولون تمريرها وإدخالها عبر دمجها بأحاديث نبوية وآيات قرآنية بتفسيرها بما يتناسب مع معتقداتهم والعياد بالله مثلا قانون الجذب وأنك تستطيع جذب أي شيء إليك فقط إذا ركزت به يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكن تتخيئ فقانون الجذب الذي يتغنى به رواد التنمية البشرية هو علم زائف مجلة ساينس العلمية صنفت قانون الجذب بأنه من أشهر العلوم الزائفة المنتشرة في الأوساط الشعبية ومن أشهر كتب قانون الجذب كتاب السر يقول في نسخته الأصلية أنت الإله في جسد إنسان يعني تبعا لنظرية الاتحاد مع الكون وأن الإله يعني يتجسد في صورة أي شيء تبعا للثقافة الهندوسية اليوغة التي يعتبرها رواد التنمية البشرية والكثير من الناس أنها رياضة ويمارسونها معتقدين أنها تساعدهم على الاسترخاء والتأمل هي ليست رياضة هي شعيرة هندوسية حتى الهندوس أنفسهم يقولون أن من يمارسونها بهدف غير العبادة هم لصوص سرقوها منهم شاهد ماذا يقول هذا الراهب في دورات التنمية البشرية يعني يركزون على اليوغا والاسترخاء وأنها تساعدك في التأمل وترتيب أفكارك إلى آخره والحقيقة أنها ربما تجعلك تنتحر كما تخبرك هذه الدراسة في دراسة على تأثير التأمل على الصحة النفسية والجسدية قام بها أساتذ جامعيين في الطب النفسي تطوع فيها ستين شخص ليقوموا بممارسة التأمل لساعات طويلة لمدة عام كامل بشكل منتظم طبعا بعد الانتهاء من الدراسة وجدوا هذه النتائج التي سأخبرك إياها الآن 82% من المتطوعين أصيبوا بنوبات هلع ورهاب حاد وأن 57% منهم شخص بالإصابة بمرض الاكتئاب وأن 47% منهم أصبح يشعر بشعور مستمر بالرغبة بالانتحار وهنا ركز معي هذا التأمل الوثني ليس له علاقة بالتدبر والتفكر الإسلامي وإنما المقصود به إيقاف تام وسكون للتفكير يعني لا تفكر بأي شيء كما يخبرك المدربون ملاقص هذه الحلقة أن أي كتب أو محاضرات تحت أي مسمى من هذه المسميات حتى لو في ظاهرها تبدو أنها تستند على علم أو دين هي شعوذات ووثنيات ولا تستند على علوم حقيقية وضعت لك في الوصف مراجع يمكنك الإطلاع والتماع فيها إذا ما زلت غير مقتنع بأن هذا هو تجارة رابحة لمدربيها وعلم زائف لمتلقيها ودمتم في أمان الله